استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على سير العمل بمختلف مكونات المدينة الأولمبية والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية كذلك وجه الرئيس السيسي بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حصن إداراتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية